أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيه من رئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاصة وأكد مدبولي خلال اجتماعين مع مسؤولي شركة سكاتاك النيروجية لطاقة المتجددة أهمية مشروع الشركة لإنتاج الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بمصر وأوضح مدبولي أن هذا المشروع الواعي سيحول مصر إلى واحدة من أكبر الدول المصادرة للأمونيا ومنتجات اليوريا كما واجه بعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين العرض خارطة طريق تتضمن الخطوات التنفيذية المطلوبة لوضع هذا المشروع موضع تنفيذ